السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب؟ بتكونوا كلكم بخير النهاردة اليوم الاربعتاشر بيقول ينمو الحب كل يوم عندما تسقيه بالولاء الثقة الاحترام التقدير والشغف طبعا الكلام النهاردة هيبقى عن الحب وصيرة الحب هيبقى لزيز للناس كتير هو انا مش هجيء الفلسف واقول بقى الناس زي تحبوا الكلام ده كله بس انا يعني هتكلم عن حاجتين ممكن نعملهم احنا لو في علاقة والشخص دوت كان في يوم الايام كنا بنعرف نتعامل معاه وكنا حابين بعضه كان كل حاجة تمام وبعد كده دلوقتي ده مش حاسين ان احنا تمام دي شوية حاجات ممكن نعملها نرجع الحب ده تاني عن طريق الثقة والاحتواء والاحترام والولاء والتقدير والشغف طيب نعملها ازاي؟ قبل ما اقول خطوة اشارككم حاجة سمعتها من حد جميل جدا اسمه فهد السبيعي هحط الفيديو بتاعه اللي حابب يعني يسمعه انا هقول جزء بس بسيط من اللي هو قاله لمس قلبي هو كده كان بيتكلم في نقطة اية في صورة البكرة اية 187 بتقول هن لباس لكم وانتم لباس لهم فاستفاد جدا في معنى الاية دي استفاد فيها يعني هو مثلها بقصة بسيطة وانا هحكي لكم القصة ديت وانتوا ان شاء الله لما تسمعوا الفيديو هتسمعوها يعني وكده بالتفصيل قال ان في حد اه اول ما يقول يلا طالعين يعني يلا خارجين فهي تلاقيه هو اول واحد خارج هو اول حتى يكمل لبسه في العربية واحدة تانية من بلد تانية خالص لما نقول يلا طالعين تبقى اي اخر واحدة تروح تبقى متأخرة وكده يعني لغاية في زي ما بيقولوا جمع ما بينهم النصيب وبدأوا ان هم اه افتبطوا جاوزوا فيلا طالعين فهو اول واحد يركب العربية ويلا 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 وهي بقى اي على مهلها وكده البنات كلهم يعني فبيقول اه فبدأ يقول لها احاول تنجيز بسرعة ومش عرف ايه وكده هو عشان هي بتحبه وبتقدره بدأت تقيم اه اه تلبس بسرعة وكده هي نفس الحكاية بدأت تقول له اه ممكن تختار اللبس دوت ممكن تلبس ده ممكن تتعطر ممكن تعمل كذا ممكن تعمل كذا بدأت تحتويه وتقدره وبدأ يحترمها ويقدرها وبدأ يعمل اللي هي عايزة تمور الايام وكل واحد يروح على بلده وروح على بيته اللي كان بيقول اللي كان اول واحد اللي كان اول واحد في العربية وييجي يعني يوم ما نقول يلا طالعين اول واحد يبقى في العربية بدأ يضبط لبسه ويتعتر وكده والتانية سبحان الله بدأت يعني بقى فيه ناس متأخرين عنها بيقولك الاية انك مش لازم تبقى مع اللي بتحبه وتبقى نفس الاياس لواء اكسلاجي مع اكسلاجي لا انتو ازاي تعيشوا مع بعض زي ما انتو ازاي مش لازم نلبس لازم نبقى نبقى زي بعض بالضبط ولازم نكون بنحب نفس الحاجة لا مش لازم كل اللي مطلوب مننا ان الحاجة اللي احنا هنلبسها نهتم بيها لو حصل لها حاجة نبدأ ان احنا نصلحها او كده كل ما انت اهتميت بالسوب اللي انت لفسه او هنقول ان هو باللغة البتعة الحب او العلاقة ديت العلاقة ديت هتديك اكتر كل ما اديت حب هتاخد حب كل ما اديت عطاء تقديم ثقة الحاجات دي كلها انت هتاخدها طبعا لو في اي مشاكل تانية طبعا ما ننوح لمعالج نفسي انها مش مش دي قضيتي التمهين بقى اللي جاي اتكلم عنه كل واحد يمسك وعه وقلم وكل واحد يكتب الحاجة دي انا جربتها شخصيا يعني وكل واحد يكتب ايه اللي بيحبه في التاني كل واحد يكتب وبعدين نتبادل الورق ونشوف كل واحد كاتب ايه عن الطرف التاني عايز اقول لكم ان انتو هتنصدموا لو في حاجات هو ممكن يبقى شايفها حلوة بس انت مش شايفاها او كده والعكس صحيح وممكن احنا كبنات من نفتكر مواقف بسيطة جدا هو ممكن يكون ناسي اصل المواقف ده واكد ناسي يعني دي من الحاجات اللي بترجع الشغف للعلاقة وكده اه تاني حاجة نكتب ايه الحاجات اللي احنا عايزين نصلحها ببعض نحاول واحنا بنتكلم عن اي حاجة سلبية اه دوعا ده مش كلامي ده كلام الاستاذة قلفت اه لينا اكتر من بودكاست بنكلم فيه عن خديجة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة هو البودكاست اسمه مصبح هدخلوا على القناة بتاعتي وتخرجوا عليه الحلقات كلها تحبوها جدا جدا اه الفكرة ان احنا بس بناخد القصص ديد وبنسقطها على الواقع ازاي احنا نستفيد منها فهتحبوها جدا فهي بتقول انك لما تيجي تقول تقول حاجة سلبية حاول تكون جنب الشخص ده تمسك ايده تبقى جنبه ويبقى كل الكلام بتاعنا يكون ايه انا مش حابب ده لو كده هوت انا هبقى مبسوط اكتر ما يبقاش العتاب او الحاجات السلبية او صوت عالي او احنا بعاد فسالة مش هتوصل وهتوصل ان انت كده ان انا كده حد وحش وان ان انت بتقولي ان انا حد وحش وابدأ نبدأ بقى ندافع بعض وهنخش بدوام ملهاش اي لازمة وهنقول كلام احنا اصلا مكناش عايزين نقوله بس هو بيتقال كده عشان احنا تشكلنا يعني احنا نبعد اصلا عن اصل المشكلة ونقعد تشكل على الحاجات تانية هنكتب حاجتين اول حاجة كل واحد يكتب الحاجة الحلوة في التانية وتاني حاجة كل واحد يكتب الحاجة السلبية بس واحنا يعني جنب بعض نبدأ ان احنا نقول والله انا كزا انا عارفة ان انت مش اصدق تضيقني في الموقف الفلاني بس انا عايزة لو انت عملت دي كزا هيبقى احسن هكزا واحدة واحدة بيبقى يفيكن في حب الحب ده بيتطور بيبقى اعلى بيكون في حاجة اسمها مودة ورحمة مودة ورحمة ديت حاجة اكبر من الحب واعمق من الحب الحب ده موجود عشان بس نلفت الانظار اللي هو انا مصوت مع الشخص ده بعد كده هو بيبقى فيه بقى درجة اعلى اللي هو المواد والرحمة لو غلطنا سامح لو غلطت نسامح نحاول نعدي البعض نحاول نكون متراحمين على قد ما نقدر كل واحد يبقى عنده احترام وتأديب للطرف التاني كل المواقف الحلوة اللي هو عملها واكيد مش اتنين ما عندهمش مواقف حلوة مع بعض كانت اتمنى تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا واتمنى يكون المعنى اللي انا عايزة اوصله يكون وصل لكم لو اي حد عمل اي تمهين من التمهين اللي انا قلتها ياريت اكتبها تحت في الكومنتات لكون ممسوطة جدا وممتنة جدا وطبعا الناس اللي بتتبعني في صمت في صمت مقم في صمت 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 فاتمنى ان هما يخرجوا عن صمتهم ويبدأوا ان هما يكتبوا لي كومنتات ويكتبوا لايكات بقى لايكات وطبعا اي حد صاحبتك اللي عندها مشكلة مع جزهة او قطبها فياريت تبعت لها الفيديو دول وتخليها التمعين دي شكرا جدا ليكم مع السلامة